الإخوان المسلمين بصراحة هل لدى الإخوان المسلمين في سوريا كتائب تسمى بالدروع أم لها؟ يعني هناك أولا هناك كتائب تسمى بالدروع في سوريا يعني مثلا درع درع العاصمة أدري إخوان معنا جميل أنا إن شاء الله أجيب بما أعرف من الصدق هناك كتائب في سوريا تسمى الدروع أظن أنهم يعني أعلنوا في مؤتمر التملقاء معهم وبعا مع قيادات الإخوان أعلنوا عن أنهم يتعاطفون أو يؤيدون فكرة الإخوان وموقف الإخوان والإخوان في نفس الوقت قالوا بأنهم على علاقة طيبة بهذه المجموعات كوني أقول أنا على علاقة طيبة مع هذه المجموعات أو مع بعض لأنني بعد ذلك كنت فيه ولا لا أجيب كوني أقول أنا على علاقة طيبة مع موسى لا يعني أنني لست على علاقة طيبة مع غيره وبالتالي فالدروع هي بعض أو بعض كتائب الدروع على علاقة طيبة يؤيدون فكر الأخوان توجهات الأخوان والأخوان أجروا بعض اللقاءات الطيبة معهم فهم على علاقة طيبة ولكن علاقة علاقة دعم يعني أنت بعتلوا مصاري علاقة الأخوان اسمح لي بس أكمل علاقة حتى أنا لا أحمل علاقة الأخوان الطيبة مع بعض كتائب الدروع لا تلغي أن علاقتهم يمكن أن تكون طيبة مع جميع الآخرين هذا واحد اثنين أنا لست مطلعا على تفاصيل أين تذهب الفلوس ومن أين تأتي وأنا لا أدخل في هذه الأمور لا مش غلبان وليس منك أنا رجل كلمة لا أملك إلا الكلمة وأتحقف فيه طيب مني